السلام عليكم ورحمة الله كنت أقرأ مقال الملياردير الصيني جاك ما يقول فيه أن أسوأ ناس تعامل معهم هم ذو العقول الفقيرة أعطيهم شيء مجاني يقول لك هذا فخ أعطيهم فرصة مشروع برأس مال قليل يقول لك مش رح يجيب لنا فايدة كبيرة أعطيهم فرصة مشروع برأس مال كبير يقول لك ما عنديش دراهم إذا تقول لهم جرب شيء جديد يقول لك ما عنديش خبرة إذا تقول لهم جربوا تجارة تقليدية يقول لك صعبة وما عنديش الوقت إذا تقول لهم جربوا تجارة إلكترونية يقول لك ما نديرش حاجة مش مضمونة في الواقع هم يفكرون أكثر من تفكير بروفيسور جامعي وينتجون لأنفسهم أقل من شخص أعمى فخلينا نشوف أكثر خمس أفكار مقنعة لتبرير فشلك وهل هي فعلا مقنعة كما تبدو؟ مايروحش بالك النجاح كبير مجرد تتوقف عن عادة سيئة تدخين إباحية مجرد تبدأ صلاة تحفظ قرآن تبدأ تدير سبور تدخل في برنامج قراءة تتطوع بوقتك في جمعية تبدأ تستثمر في قدراتك وتستغلها في دراسة أو في مشروع صغير كل هذه نجاحات كبيرة ورح تجر نجاح خلاف وخلي بالك أن الأعذار اللي رح نعرضها اليوم حقيقية وهي واقع ولكنها زي الكرسي الهزاز ما رح تديك لحتى بالعصة أول عذر هو ليس لدي وقت ولن يكون لديك وعبده وكتهت تبدأ تدير سبور والله يولدي البرد وشتى واليوم قصير خليه في الربيع واسي محمدينة في مارسة والله أنا مع المتحانات نكمل برك هاكملت القراءة وتهنيت خلعها هيا برك والله يولدي أنا مع الخدمة ما كانش وقت خلعها ويبقى الإنسان عايش في دوامة من الانتظار وكلنا على بالنا أنه مشاغل الدنيا لا تنتهي المشكلة أنك تظن أنه أنت في المستقبل رح تكون شخص آخر عنده وقت كافي وعنده الحافز وظروف مواتية فالمهام اللي أنت ما استثقلها الآن ترميه على الشخص المستقبلي المثالي ثم يمر الوقت وتكتشف أنه ما تغير ولا شيء لأنه ما عملت ولا خطوة وهذا الآن المستقبلي هو مجرد خدعة حتى تسكت ضميرك وتعدي سنوات وسنوات وفي الأخير أوكي كان عنده أحلام وأمنيات لكن ما عندهش وقت خليني نسق سيك الآن لو انقطعت الكهرباء في المنزل وكنت مشغول جدا 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 رح تروح وتصلحها ولا تجيب إلكتريسية وتخلق لها وقت كان مش موجود أصلا إذن هي قضية أولويات فقط الشيء اللي حاط له أولوية رح تخلق له وقت والشيء اللي مش من أولوياتك حتى لو كان مهم مش رح تلقى له وقت فيه أشياء لازم تكون على رأس أولوياتك علاقتك بالله تعالى تبدأ صلاة الحجاب قرآن أذكار تطلب علم شرعي علاقتك بنفسك أنك تتوقف عن عادة سيئة تبدأ القراءة تتعلم مهارة علاقاتك الواجبة والديك عائلتك أنك تتعلم مهارة وتبدأ تفكر في مستقبلك إذا كنت معملتش وحدة منهم إلى الآن فصارح نفسك أنها ليست من أولوياتك فعود ترتيبها وحط كل وحدة في مكانها صدقني رح تلقاه لها وقت خاصة أنه أنت تقضي يعني ثلاثة أربع سوية عن طالع هابت على السوشيال ميديا يوناو أنت على بالك وأنا على بالي فأستغل عمرك أخي ثاني عذر ليس لدي مال وهذا العذر مقنع إلى حد ما لأنه مش كل الناس وراء أب أو أم استعدي يمولوا مشروع خاصة لو هو في الجامعة أو تخرج حديثا هذا بافتراض أنه تجاوزنا فكرة أنك تقعد تنتظر وظيفة هذه كانت صلح بكري ولكن ولكن أنا أقبل منك هذا العذر لو خلاص شفت في قدراتك وفكرت في مشروع صغير يناسبها بتفاصيله وبقاتلك فقط جزئية المال الآن ممكن تبحث إما عن شخص يسلف لك الضراهم وتطرق أكبر عدد من الناس أو لو فيه مستثمر لو كان المشروع فيه إبداع وهنا راح تحتاج أكيد تاخد دورة تأسيس المشاريع إذا ما في أي حل تعمل خطة على عامين لتوفير هذا المبلغ لو نفترض أنك تحتاج خمسين مليون فممكن تعمل أي عمل خاص ولو متعب بثنين مليون شهريات في عامين راح تلمى المبلغ ونعرف واحد بداياته كان يهزر مل وما كانش خدمة مخدمهاش واليوم أو بمكتبة وسوبرات وربي كريم المهم تحرك لأنه بمجرد ما تقول ما عنديش سوارد أهي والحل مكانش حل وتموت الفكرة ويمر عامين وربعة وخمسة وأنت في مكانك خاصة مع اليوم العديد من الناس يعملوا دورات تدريبية وورشات على السوشيل ميديا يعطيك العديد من الأفكار اللي ممكن تطبقها على الواقع وممكن حتى تبدأ على الانترنت المهم موه تحرك العذر الثالث وهو الكل أو اللي شيء الال او ناثين يا أعمل مشروع أغير به العالم مثل فيسبوك أو مرسيدس يا إما ما أعمل ولا حاجة يا أتوقف عن التدخين والأكل غير الصحي وأعمل الرياضة ثلاث مرات أسبوعيا يا أبقى كيما راية يا أعمل في مجالي وببراطب محترم ووظيفة قريبة من المنزل يا أقعد بطال يسمى ياهك ياهك يا أعمل حاجة مثالية وبلا أخطاء يا من غير والو وهذا تلقى عنده خوف من الفشل ليقبل النقصة البشري وما يرضاش بالإنجازات البسيطة رغم أنه عمل لي عليه في الحدود الإمكانيات المتاحة لكن سنة الحياة اقتضت أنه البدايات لها ثمن لو تأخذ نظر على معظم الإنجازات الحالية سيارة، هاتف، حاسوب كانت بداياتهم بسيطة جدا ممكن تحتقرها تخيل لو أصحابها قال لك لازم إمكانيات ولازم مختبر ولازم تتبلور الفكرة ما كانتش راح توصل لنا أكيد أنت راح تبدأ أي حاجة مش راح تكون كمحاب لأنه ما عندك خبرة ولا إمكانيات مادية ولا جمهور ولا أبسط الإحتياجات ولكن هذه الأشياء راح تجي مع الوقت ورح تتعلمها في الطريق بشرط أنه ما تكون عندك عقدة الكمال عقدة أنك تكون بيرفكت عقدة الخوف من الفشل والانتقادات لو حبيت شوف أول فيديو ليا مثلا على اليوتيوب راح تضحك ولكن ثمن البدايات ورح أبقى أتحسن وهذا لن يحدث إلا لو عملت الخطوة الأولى وتذكر هذا المبدأ على بساطته ما لا يدرك كله لا يترك كله رابع عذر هو أنت في الجزائر ما فيش فرص عمل بيروقراطية وتعقيدات المجتمع يزدي ثبتك باختصار يقول لك أنه هنا عدنا الناجح يفشله عكس في الخارج اللي يساعده الفاشل حتى ينجح الآن خليني نعطيه لك مثال وانتقيس عليه لو نضت الصباح ورايح تخدم وانت عارف أنك راح تلقى سيركولاسيون فأنت محضر نفسك ربما معك حاجة تسمحها أو شخص تبقى تقسر معها حتى انت عدي الطريق الآن لو نضت الصباح ورايح تخدم وفجأة صراحات تغلقت الطريق وسيركولاسيون كبيرة الاحتمال الأكبر أنك راح تضايق وتغضب وتوصل مستنزف للخدمة إذن الغضب جاء من أنك كنت مش متوقع أنك راح تلقى صعوبات في الطريق وما كنتش محضر البديل مش من سيركولاسيون بحد ذاتها فإن شاء الله تكون فهمتني وهذه مشكلة التنمية البشرية اليوم أنها خلات الناس تعيش في عالم من المثاليات توقع الأحسن وسيأتي إليك كن متفائل وانظر دائما إلى نصف الكوب المليان أوكي يعيش لحظات يحصر وقادر يحرك جبل لكن لما ينزل الواقع يصطدم عمره متصور أنه ممكن بيخرج ورقة يقعد شهر وهنا الواحد لازم يفرق بينزوج حوائج دائرة الاهتمام ودائرة التأثير أي حاجة أي حاجة تجيك أسأل نفسك هل بيدي أني نأثر ونغير فنحطوها في دائرة التأثير ونشتغل عليها إذا حاجة ما بيدي أصلا أني أغيرها والواحد بالمئة فنحطها في دائرة الاهتمامات وما نعطيها لا جهد ولا وقت أوكي كان تعقيدات وصعوبات كاملة على بالنا ولكن وش اللي بيدي نشتغل فيه وممكن يحقق لي نتائج معظم الناس ما تفكرش كما هيك ادخل الآن أي مجمع رح تلقاهم يتكلموا في دائرة الاهتمامات نورمال مو يعملولنا ويوفرولنا والشباب في الخارج يخلص 300 أورو وهو قاعد صح إذا بيديك رح أطلب منهم حقك إذا مش قادر علي ما تستغلش هذا الجهد وهذا الوقت أنك تعمل فيه حاجة تدخل في دائرة تأثيرك أفضل من أنك تقعد وهذه البلاد وريحة فيها وحنا ولازم نخرجوا منها وتروح بنفسية منهارة والله ساعات تقعد مع ناس في حوار تعساعة تخرج بكم مرهيب من الأفكار اللي جامي خطرة على بالك وفعلا فيها فرص حقيقية فعقلك يروح مباشرة للبحث عن الحلول واللي حاوس يلقى لكن الناس ما تحبش تتحمل مسؤولية وتحب تعيش في دور الضحية فخفض سقف توقعاتك وتوقع أنه رح تكون صعوبات وتعقيدات كلنا عارفينها ولكن اشتغل في دائرة تأثيرك واسأل نفسك دائما أوكي هذا واقع كيف نقدر نخلق بديل كيف نقدر نعمل الحاجة في حدود الإمكانيات المتاحة ليا وصدقني رح تلقى كثير من الأشياء ممكن تعملها خامس عذر وهو استحضار النماذج السلبية لقرأي واجدرو بيها من كل قاعدين تقول يستطمر دراهمك انت متكيف شا واجدرت به أنا أفضل من مئة وحدة محجبة أنا من صليش بالصحة دين أخلاق صاحبي أنا زوالي راجل مش كما أولاد الحرام وهذا يعملها الإنسان لما يعرف أنه مقصر في حاجة ويأنبو ضميره فعوض ما يعترف ويحاول يصلحها لأنه لو ما اعترفش مش رح يشوفها أصلا يبدأ بجملة من التبريرات حتى يقنع نفسه أنه عنده الحق وأنه ضحية وحتى لو نجح فيها تشوف النماذج السيئة أمامي هنا لازم نفرق بين المبدأ وبين تجارب الشخصية الصلاة والحجاب فريضة بغض النظر كان واحد مدين لكن أخلاقه سيئة والفقر مش مفخرة بغض النظر أنه فيه أغنياء متكبرين وضرهما من حرام تبقى القراية وتعلم مهارات مفيدة تزيد فرصك بغض النظر كي الناس ملقاوش خدمة المشكلة لو الواحد اعتاد أنه بمجرد ما يدرك أنه قاعد يعمل فيه حاجة غالطة أو لازم عليه يعمل حاجة صحيحة يبدأ مباشرة في التبرير لنفسه ومش غير أنا والأخرين وجذروا بيها مش رح يعطي النفسه فرصة أنه يستثمر تأنيب الضمير بيغير من حالته فيعيش وهو خادع نفسه وفي الأخير أنا مقتنع وقل لي إذا تشاركني فيها أم لا أنه اللي حاب يعمل حاجة فعلا رح يلقى لها طريقة ويصبر معاها وحتى لو ملحقهاش ربي سبحانه يجيب له ما أحسن منها والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا أما اللي موش حاب يعمل حاجة حتى لو ظاهرين أوكي أنا حاب نعمل هذه لكنه ما يبدو الجهد ما يحوس ما يصبر على المتاعب تطريق فرح يلقى لها عذر وصدقني كل عذر مقنع أكثر من اللي قبله ولكن علش كون تضحك في الأخير هي حياتك ولازم تتحمل مسؤولية فتفكر وخليك أنت الأمل وفيها خير إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر